في قطاع في بين المصريين مواطنين زي زي حضرتك كده معاهم مبلغ المبلغ ده عايشين من عوائده جابوا منين ورس مكافة نهاية خدمة 200-300 ألف شاء عمر 40 سنة سفر الخليج جوز العيال وبنى البيت وتبقى معاه 400-500 ألف جنيه بالمناسبة دي للأسف فبقيتش أرقام النهار دياني فبيبقى واخدهم ويروح حطتهم في البنك يجبولوا عائد من 15-20% وضل حصل في الأربع سنوات اللي مضت بسبب التعويم والتضخم فالبنك المركزي على الفايدة دلوقتي الوضع الاقتصادي في مصر أصبح أفضل من أربع سنين مضت التضخم تراجع دي إحنا حسنا وشهادات دولية وفي لفس الوقت بتبفعش الفايدة تظل 20% لأن انت لما بتربط شهادة عندي كبنك بعشرين أنا باخد الفلوس دي بسلف الرجل الأعمال للمستثمر عشان يعمل مصنع بـ 25% يبقى هو مطالب بدفع 25% كل سنة فايدة ده إيه المصنع اللي هيكسب مثلا 50% يدي لك 25% البنك و25% ليه يعني ده ما بيحصلش ما بيحصلش ليه ده حاجة اقتصادية اسمها مرتبطة بمعدل النمو العام داخل الدولة اللي انت بتستسبر فيها فلوسك يعني فلو معدل النمو 4% 5% انت مش تكسب 25% طيب خلينا بقى في المواطن ده المواطن ده يشكل شريحة كبيرة جدا من المصنعين في الأرمالة مثلا اللي خدت عن جزء إرشين بتربي بيهم من الآيال الفايدة تراجعت تراجعا كبيرا خلال الفترة الفاتت نزلت من 20% إلى 12% هنا احنا امام مشكلة الناس دي هتعمل ايه كانت مرتبطة مرة جاي لها الف ونصف الفين تلات تلاف جليش بالشهر بيكملوا بيهم على المعاش وبيعيشوا التلات تلاف هيبقوا الفين جنيه حصل عندهم عجز هزة اين تذهب اموالهم الناس دول نوعين نوع معاه من مئة ألف من خمسين ألف عام لحد خمسمائة ستمائة ألف ودول صغار المودعين انا بكلمك عن ناس شقع عمر أربعين سنة بق وفي ناس فئة تانية اللي معهم اتنين تلاتة اربعة خمسة مليون بقى شقع حتة أرض وقال لك اعيش من رحة ياعم انا عجزت بقى خلاص تعبت او شقع عمري في الخليج الناس دي لازم يبقى قدامها منافذ للاستثمار مفيش حد في البلد وانا مش دوري كحكومة ان انا جيلك اقولك يا مواطن كل يوم انا فتحت لك منفذ كده يلا استثمر في فلوسك انت مفروض بتقعد تفكر هتعمل ايه هنا احنا بنسأل خبراء استثمار بنقولهم ايه هي الفرص امام الناس دي وانا سألت اكتر من حد الناس دي تعملي فانا جايب لك رد بالنسبة ليه هؤلاء المدعين بل برنامج اسمه المصرف انت انا قلبي عليك قالك لو انت مبلغك بسيط شقع عمرك بقى واللي لو ضاع لقد در الله عالطب ساكت جنبه اصحاب الدخول دي البسيطة المبالغ دي يربطوها في البنك زي ما هي وياخدوا عليها الاثناشر في المنى ولو عدوا سن الستين يقدروا يربطوها في بنك ناصر الاجتماعي وياخدوا حاجة اسمها شهادة رد الجميل الفايدة بتاعتها تلاتتاشر ونص الى خمستاشر ونص في المنى طيب في فئة تانية معاها ارشين معايا عام مليون ونص بعشا ايته رجع من الخليج زي ما قلت لك ايا كان قالك يحط جزء منه يربطو شهادة سلسية وياخدوا الجزء التاني قدامه تلات مصادر للاستثمار ركز معايا ده مش رائع ده رأي خبراء استثمار انا سألته طب ايه المنافذ التلاتة اللي يستثمر فيهم قالك الدهب مرشح للتصاعد خلال العام القادم اشتري حاجة اسمها دهب كسر مش دهب مصنعية مش مرتك تقولك طالما كده كده هتشتري دهب ففيه غوشة عجباني انزل اشتريها لا يا باشر كده تخسر المصنعية لما تيجي تبيع والدمغة والكلام اشتري الدهب الكسر اللي هو بسعر اليوم عيار واحد وعشرين مثلا بتمانمية خمسة وعشرين مثلا يبقى بتمانمية خمسة وعشرين الراجل التاجر ده بياخد جنيه مثلا جنيه ونص على الجرام تكسر بس ده مايتبصش عليه كل يوم ده نزل ده طلع عشان قلبك مايقفش ده نمع اليوم كده سنة دي اول حاجة الاستثمار التاني انت ممكن ما توجيش الفلوس لحاجة واحدة ممكن تقسم يعني الاستثمار التاني قالك البورس قلت له بورسة مينة عمينة والله اكتر من واحد ده احنا نروح يعني فابوكازوزة زي ما بيقوله قالك لا انا مش عايزك تروح تستثمر في البورسة بنفسك بس الناس اللي راحت في مارس الماضي وحطت فلوسها لمدة اربع شهور مارس الماضي ده كسبت 200% كانت الاسهم نزلت جامد علشان جائحة كورونا والاسهم كانت في القاة قلت له طب نعمل ايه قالك فيه حاجة اسمها سندي استثمار موجودة في البنوك يعني معظم البنوك المصرية بتلم فلوس كتيرة من ناس وتروح نزل على اسم شريحة دول بقى جايبين خبراء خبراء بيستثمروا طيب دي بقى ايه يا عمي قالك بتروح شاري الوثيقة بتشتري مثلا بقى الف جنيه العائد بتاع الوثيقة ده اعلى من عائد البنك يعني لو البنك يميدي لك 12% في السنة ده ممكن يدي لك من 15% ل 20% ممكن تضرب معاك وتلاقي نفسك بتاخد 30% البورصة دلوقتي اسعارها في النازل جدا فانت تروح على بنوك استثمار قلت له طيب انا اشتريت الشهادة وحصلي ظرف عايزة استرد الفلوس قالك تستردها تاني يوم يعني تقدم طلب النهار ده تاخد فلوسك بكر ومعندكش خسارة ده للبنوك اتروح للبنوك تقول له ما انا عايزة اشتريه من سنة دي الاستثمار الشهادات اللي انتو بتشتروا بيها اسهم في البورصة النوع الثالث قالك العقار العقار بعد منافسة الحكومة للقطاع الخاص في مناطق مرشحة للجذب قلت له بس العقار بقى فيه ساحلة وفيه سخنة وبلاوة بقى كتيرة وعظمة دارية قالك خبراء العقار بيقول لك لو المقدمة ربعمائة الف مش شرط تروح لوحدة ممكن انت واحد صاحبك تشترك وتدفع بس دايما اشتري البراند بمعنى الاسم الكبير عشان يسهل عليك بيعه وادفع اقصاط لمدة سنة سنتين وبيروا ان العقار في الوقت الحالي اسعاره مناسبة لان فيه شركات كتيرة فعلا خفضت وتستطيع تبيع بعد سنتين تلاتة بهمش ربح معقول دا كده معزم الخبراء اللي انا سألتهم قالوا لي هذا الكلام انا ليه بقوله علشان فيه شريحة كبيرة جدا من مصر العريضة المية وعشرة مليون بتفكر هتعمل ايه في فلوسه وعايزك تعرف كم واطن لو انت بتتفرج علي وانت قاعد في السحل الشمالي او في القاهرة الجديدة انت عارف السيدات الفضليات امي وامك واختي واختك في اقاصر ريف والسعيد بيعملوا ايه بيحطوا الجنيه عالجنيه ويروحوا شاريين حلق صغير ويحطوا كده في كيس ويحطوا يحوشوا يحوشوا في الدهب ده ولما تيجي الولى يدخل الجامعة البنت تتجوز تروحوا اغدوا بيعان شوف بيجمعوا ايه عايز اقولك بيجمعوا عشرة جنيه على عشرين على خمسين ويجمعهم ويشتروا حلق غوشة صغيرة فاهم الغلابة كتير فالناس برضو بتفكر يعني اتمنى يكون يعني الرسالة وصلت واتمنى يكون جزء من حضراتك ويستفيد منها